السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحباب الكرام ونتحدث في حلقة هذا اليوم عن ضرورة محاسبة النفس باستقبال عام جديد وتوديع عام فارض فنحن هذه الأيام ودعنا سنة كاملة بما فيها من أيام وأسابيع وشهور بل وساعات ولحظات وأنفس ودعناها إلى أبد الآبدين ونستقبل سنة جديدة عادة الناس في هذه المناسبة يعبرون عن فرحهم وعن سرورهم وعن ابتهاجهم وهذا أمر لا بأس به لكن ينبغي أن لا نغفل أيضا عن محاسبة النفس محاسبة أنفسنا عن هذه السنة التي ضاعت ماذا صنعنا بها كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما سنحت له فرصة مثل هذه إلا ويذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في مثل هذا الموقف جمع النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته وخاطبهم ومن خلالهم يخاطب الأمة جمعا ماذا قال؟ قال عليه الثلاث والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيمة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وينبهنا ويعلمنا بأن الحياة تمضي لكن وهي تمضي هناك وقف بين يدي الله يوم القيمة يسمى القيمة أي نقوم من الموت إلى البعث والنشور وهناك المساءلة والمحاسبة حساب يوم القيمة يدعونا لمحاسبة أنفسنا لكي نجيب على هذه الأسئلة الأربع لأن من حاسب نفسه اليوم هان عليه الحساب غدا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فنحن مطالبين بأن نقدم لأنفسنا ليوم الغد الغد هو بعد الموت والنشور ماذا قدمنا من الأعمال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على مثل هذه الوصايا وكان ينصح صحابته بأن يحافظوا عليها بأن يوم الحساب سوف نسأل عن هذه الأربع أول قضية نسأل عنها وهي قضية العمر لأن العمر هو مشروع عمل أعطانا الله سبحانه وتعالى أعطانا مدة زمنية نعيش فيها فوق الأرض وهذا العمر مكون من الأنفاس والساعات والأيام والشهور والإنسان سوف يحسب كيف قضاها بماذا قضى هذه الساعات وماذا قضى هذه الأيام هل قضاها في طاعة الله أم قضاها في معصيته أم ضيع الزمان من غير طائل بالنوم والفضول وغيرها من الأمور فأول شيء دعانا لكي نركز عليه عن العمر عن عمرك فيما أفنيته أعطاك الله تعالى ستين سبعين ثمانين سنة مشروع عمل أين قضيت أيها الإنسان هذا العمر ثم أخبرنا بعد ذلك عن الشباب لأن الشباب هو المرحلة والمحطة المهمة في حياة الإنسان يكون الشاب مغمورا بالفتن ويكون طواعا للوقوع في بعض المحرمات فربنا يسألنا عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص عن شبابه فيما أبلاه عادة في الملاهي وفي المراقص لا نجد الأطفال ولا نجد الشيوخ بل دوما هناك الشباب أو بعض الكهول فهذه المحطة هي مضمنة الفتن والرغبة في المحرمات فربنا يسألنا عن الشباب فيما أبليناه ثم بعد ذلك يسألنا سبحانه وتعالى عن المال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال عصب الحياة من أجله الإنسان يجري بالليل والنهار ويقع في نزاع مع الآخرين بسبب المال لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المال جهتين عن ماله من أين اكتسبه أولا هل من الحلال وفيما أنفقه هل أنفقه في الحرم لأن هناك من يكتسب من طريق شبهة وهناك من يكتسب من طريق حرم فلابد أن يسأل الإنسان عن ماله ثم يسأل أين أنفقه هل أنفق هذه الأموال فيها مصلحة لنفسه ولعياله ولزوجته ولأحبابه ومقربيه أم ضيعها في الحرام وهل سخرها في طاعة الله أم في معصية وهل ضيع هذه الأموال بالإصراف والمباهات والتبدير أم أنفقها للتوسع على الفقراء والمساكين ثم بعد ذلك يسأل ربنا سبحانه وتعالى العبد عن العلم عن علمه ماذا عمل به العلم يسأل عنه الإنسان وهناك العلم أنواع هناك العلم الضروري الذي ينبغي كلنا أن نتعلمه نتعلم علوم الدين هي علم ضروري لأن الإنسان يسأل عنها يسأل عن العقيدة عن عبادة الله يسأل عن أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الزكاة يسأل عن صلة الرحم يسأل عن أمور كثيرة مرتبطة بالدين يسمى القسم الضروري من الدين من عمل به سعيد ونجع أما من أهمله فقد خسر وخاب وهلق والعياد بالله وهناك علوم الدنيا أنت حر أن تتعلم الميكانيكا أو تتعلم الكيمياء أو الفيزياء أو الإعلاميات أو العلم السياسي أو الصدياد كلها فرود كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين هي من أمور الدنيا والناس يتهافتون حولها لكن علوم الدين هي من الضروري فربنا يسألنا عن العلم لقرى العلم وعد الله تعالى بأن يرفعه رفع دراجة العلماء على غيرهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المؤمنون مقامهم مرفوع لكن المؤمن العالم مقامه أرفع يرفع الله لأن أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن بشرط أن يكون هذا العلم يورث الخشية والخوف من الله ويبعث عن العمل لأن ربنا عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أما إذا كان هذا العلم مبعثا على المفاخرة والمباهات وطلب الدنيا فنسأل الله السلام والعافية فقد جاء في الحديث ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل فلابد أن يكون العلم مقرونا بالعمل الويل معناه الهلاك الشديد والعياد بالله تعالى هذا الحديث يذكرنا بالمحاسبة فكل الناس سوف يحاسبون يوم القيامة بسبب هذا الأمور التي أثلت إلينا جميعا ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومن منه أنه فتح لنا أبواب التيسير وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة ولما ذكر هؤلاء الناس الذين سوف يحاسبون أخبرنا بأن هناك فئة لا تحاسب من هم الأنبياء الأنبياء يستثنون من الحساب ما في حساب عند الأنبياء والمرسلين لأنهم أصحاب التبليغ ولأنهم أصحاب الدعوة وربنا استفاهم هم من المصطفين الأخيار فهؤلاء لا يحاسبون يوم القيامة عن هذه الأربع وكذلك الذين لا يحاسبون عن هذه الأربع من هم السبعون ألف الذين دخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعد النبي الكريم أن هناك سبعين ألف من المؤمنين لن يحاسبوا يوم القيامة من القبور إلى القصور هؤلاء لا يحاسبون هؤلاء لا يقفهم الملائكة يقولون إنكم موقوفون واسألهم إنكم موقوفون أبدا ومن هم هؤلاء السبعون ألف سيدنا النبي شرح حالهم فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون يعني من عندهم قوة اليقين وقوة التوكل في الله يستشعر بأن الله معه وأن كل ما يقع في الوجود بأمر الله وكل ما وقع له من كرم أو أشدة من قدر الله وإذا استعان فليستعن بالله وإذا استغات فليستغت بالله هؤلاء المتوكلون حقا الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنب من غير حساب فالعمر يمضي بسرعة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستغل هذا العمر لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه دعوة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا بأن نغتنم هذه الفرص خمسة فرص أول شيء الشباب لن يدوم الشباب هو مؤقت مثل فصل الربيع سرعان ما يزول ويأتي بعده الخريف فلهذا لا بد أن نستغل فترة الشباب في الطاعة في الإيمان في العمل الصالح في الإنجازات لأن الشباب هو المحطة التي فيها الإنجاز كان الأنبياء والمرسلون والصالحون والدعاة يركزون على الشباب في إصلاح المجتمعات وفي تغيير الأمور الرتيبة فلا بد أن نستغل فترة الشباب في العمل الصالح وإلا بعد الهرم هناك السقم وهناك المراد وهناك التتاؤب أما الشباب نعمة لابد أن نغتنمها واغتنم صحتك قبل صقمك أنت الآن صحيح فعليك أن تستغل هذه الصحة في الطاعة في العبادة في العمل الصالح في أن تناضل من أجل المصلحة العامة أنك تعمل الخير لنفسك وللمجتمع لأنه بعد الصحة مدى هناك هناك السقم سيكون هناك الضعف والهوان والجلوس في البيت ومتابعة الأدوية ولتلق اتماع تقول يدعي معنا الله يشافينا ما عندك صحيح فأنت قادر على التغيير والإصلاح والإنجاز ثم قال واغتنم غناك قبل فقرك أنت الآن غني أعطك الله المال هنيئا لك هذا المال نعمة من عند الرحمن احرس على أنك تستمتع به أولاً في طاعة الله ثم توسع على عيالك ثم لا تنسى الفقراء والمساكين وأبناء المجتمع الضعفاء اعطي ووسع عليهم لأنه بعد الغناء هناك الفقر سيأتي يوم من الأيام تمنع إما أن تكون فقر فعلاً تنزع منك التروة وإما التروة في اسمك لكن تمنع من استعمالها هي في اسمك مسجلة لكنها ممنوعة من استعمالها هذا فقر فعليك أن تستغل غناك قبل فقرك وإذا أدركك الموت ضاع المال وانتقل إلى الورثة ولم يعد لك شيء بتاتاً لأن في القبر لما نزول نترك الأموال والمتاع كلهم ونخرج من الدنيا حفة عرات ثم قال واغتنم فراغك قبل شغلك أنت عندك فراغ اليوم عندك وقت فراغ عليك أن تستغمله وتستغله هناك ناس عنده فراغ يقضون أو قتو في الملاهي أو في المقاهي أو في القيل والقال عليك أن تستتمر هذا الفراغ في العمل الصالح في المطالعة في العلم في أن تنتمي إلى جمعية في مجتمع مدني أو في أي تنظيم الذي يسعى إلى الإصلاح ويسعى إلى جمع الشمل ويسعى إلى الاستثمار ويسعى إلى توسع الخلق استغل هذا الفراغ وإن لم تجد فزر العائلة وصل الرحم واصلح ما بين المتخاصمين اصلاح ذات البين اغتنم هذا الفراغ وقم قم الليل وقرأ القرآن وتفقه في الدين لهو من العلم الضروري وفراغك قبل شغلك سيأتي يوم لم تجد ساعة ربنا كما يسلب العمر ويسلب المال يسلب الوقت الوقت يسلب من الإنسان فما كنقاش عنده فتنة ما كنقاش وقت فنحق رسو فاستغل فراغك قبل شغلك ثم قال واغتنم حياتك قبل موتك الحياة مشروع عمل يوما ما سوف نودع نحن كنا عدم كل واحد فينا قبل تاريخ ميلاده كان في عالم العالم الضر ثم أتى بنا الله فوق هذا الكوكب الأرضي والبداية كانت في تاريخ الازدياد ومعلوم عند الله سلفا تاريخ الوفاة لكن الله أخفاه عننا رحمة بنا وبضعفنا وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نستثمر الحياة قبل الموت مدوم تحية فعليك أن تعمل وعليك أن تشتهد أولا في العبادة والطاع للرحمن لني الأساس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعده أنك تعمل للدنيا تعمل وتبني وتشيد وتعمر وتحرص على الحلال وتبتعد عن الحرم هكذا الحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الوصفة نستثمرها اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك لأن عجلة الزمن تدور كطار العمر يمضي أيام الحياة تمر كل يوم يمر بنا وكل لحظة تمر بنا فإنها تبعدنا عن الدنيا وتقربنا من الآخرة كان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يعيض الناس لما رأهم متمسكين بالدنيا ولما رأهم فتن بالحياة كان يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ذهب بعضك أنت تنقص وكان الولي الصالح الفضيل ابن عياد من كبار الصالحين الأولياء الناصحين كان يلتقي بالناس ويعظهم رأى رجل مسم وكان يتهفت عن الدنيا ويحب النساء ويحب أن يتصاب فقال له يا رجل كم أتى عليك قال ستون سنة عمري مر فيه ست عام قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يشك أن تبلغ إليه فقال الرجل لا حول ولا قوت إن لله وإن إليه راجعون بدأ يقول إن لله وإن إليه راجعون ذكره ذكره بأن الشيب وبأن العمر ينقضي وبأنه أوشك أن يصل إلى محطة النهاية ليصل إلى ربه فالرجل شعر بتوبيخ النفس وتأني بالضمير فقال إن لله وإن إليه راجعون فقال أحد الزلسين يا فضيل ما معنى إن لله وإن إليه راجعون قال لمعنى أن من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يد الله ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن يعلم أنه مسؤول فليعد جوابا لسؤال فقال الرجل فما الحيل إذن؟ قال الحيلة يسيرة قال ما هي؟ قال لأن تحسن فيما بقي يغفر لك الله تعالى فيما مضى فقط العلاج بسيط جدا أنك تجدد النية في هذه السنة الجديدة تحسن فيما بقي قل يا ربي أنا مرت سنوات من عمري فيها هنات فيها سقطات فيها ذنوب فيها سيئات يا ربي من الآن سأحسن أن تحسن فيما بقي يغفر لك الله ما مضى ربي يغفر لكن قال لي إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي والأعمال بالخواتم نسأل الله السلام والعافية فلابد أيها الأحباب الكرام أننا نستقبل هذه السنة الجديدة نحاسب أنفسنا عن السنة الماضية التي ودعناها ماذا أنجزنا فيها من الخيرات ماذا اشترحنا فيها من السيئات ماذا وقعنا فيها من خطايا ونأخذ ورقة وقلم ونحدد ماذا فعلت وماذا ضيعت لكي نستعد لاستدراك ما قد يفوتنا لكن لابد أننا هذه السنة اللي نحن الآن على أبوابها لابد أن نبدأ في التفاؤل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه هو الاستبشار بالخير هذه السنة اللي جاء إن شاء الله تعالى هذه السنة أيضا هي مشروع عمل عطاء من الله تعالى احنا محظوظين ما زلنا أحياء احنا محظوظين لكن أحباب لنا وأصدقاء لنا وجيران لنا وأقارب لنا دفناهم هذه السنة وانتهى عملهم احنا ما زلنا أحياء نرزق احنا محظوظين فعلنا أن نستبشر خيرا وتكون لنا واحد خطة للسنة المقبلة السنة اللي جاء إن شاء الله احنا نبدأ فيها الآن نبدأ بروح جديدة أول شيء كان النبي الكريم يأمر به وهو أننا نستبشر بالخير نقول إن شاء الله سوف يكون خير هذه السنة رغم هناك من يقول هناك أزمات هناك مديونية خارجية هناك عطالة شباب هناك غلاء معيشة هناك انفيلة أمني هناك 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 إياك ثم إياك أو تقول بأن الناس صاروا من المفسدين في الأرض الناس صاروا معظمهم من المبعدين عن الدين لا إياك أن تفكر هكذا استبشر خيرا قل بإذن الله سوف ينزل المطر في إبانه سوف يكون الموسم الفلاحي ظاهر سوف نؤدي المديونية الخارجية سوف نتعاون على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية سوف يكون لكل مواطن شقة وسيارة وزوجة وأولاد ورصيد بنكي سوف يكون هناك استثباب أمن سوف ينصلح حال الناس وتكون المساجد ملأة بأهل الإيمان واليقين سوف يكون تضامن والتفاقل والتكافل بين الناس هكذا النبي الكريم كان يفكر أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة كانت نظرته إلى الأشياء نظرة التفاؤل نظرة تبعة الأمل في النفوس رغم أن سيدنا النبي في اللحظة اللي كان في المحن وكان في المصائب وكان في النكبات والألام كيجمع الصحابة ديولو وكان يقول له سوف يأتي الله تعالى بالفرج سوف يأتي الله بالنصر وهكذا القرآن كان يقول إذا جاء نصر الله والفتح سيأتي الفتح والنصر والخير والبركة والرزق وكان ينهى أن يقول الناس بأن الفساد قد مر بالخلق البشر كل مفسدين مخميرين وكلهم آكلي ربا وكلهم ظالمين إياك أن تقول هذا الكلام سيدنا النبي كان يقول إذا قال العبد هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم إياك أن تقول هلك الناس ما زال الخير موجود في أمة لا إله إلا الله فعلنا أن نستبشر بالخير ونشمر عن السعيد العمل بعد أن نستبشر بالخير نبدأ بالعمل والعمل يقتضي مننا أن نخطط نخطط للمستقبل لأن الخير لا يأتي فقط بالأمال الأمال هي مقدمة لا بد أن نبدأ بالعمل بالتخطيط والتخطيط يكون سليم للوقت أولا وللمؤهلات والمقدرات والأنشطة التخطيط فيه فيه أسليم مهمة لكي نصلح من حياة دنيانا إنسان لا بد أنه يخطط للمستقبل ويخطط للحياة الطيبة ويخطط للحياة النظيفة فمن بين ذلك مثلا أن الإنسان يغير من وضعه الصحي أنه ينتبه إلى صحته فالجسم السليم في العقل السليم وكلاهما يساعد على الإيمان واليقين فلا بد أن ننتبه إلى صحتنا ونتناول الطعام الذي فيه مصلحة لأجسامنا مثل الخضروات والفواكه الطازجة ونبتعد عن الطعام المؤذي أننا نضع برنامج لكي نبدأ في مماسة الرياضة على الأقل المشي السريع لمن قم يدير المشي السريع تمارين رياضية تغير الروتين اليومي فرصة أن الإنسان عنده وزن زائد يقول هذه السنة سوف أحطم هذا الوزن لكي أبقى أكثر رشاقة وأكثر صحة وعافية ثم بعد ذلك إنسان إذا كان يدخن هذه فرصة أنه يقلع عن العادة السيئة التي كلها فيها مضرات وهكذا الإنسان يقول ربما كنت لا أقضي وقتا ممتعا مع العائلة هذه فرصة لكي أجلس مع العائلة ولكي أخاطبهم ولكي أجلسهم ولكي أقضي معهم أيام جميلة فلابد أننا نقوم بهذا التخطيط للحياة الجميلة ونجدد نجدد الأشياء لأن الروتين يقتل فالعام الجديد يجب أن تجدد فيه الهمم ونستعد فيه النشاط فكلمة الجديد تأنس لها النفس ويفرح لها القلب ونطرد بها الملل فلابد أن نجدد في حياتنا وأسلوب معيشتنا نعمة ربنا أعطانا الحياة لكي نعيشها الحياة نعمة من الله تعالى وفيها جمال وفيها بهاء لابد أن نعيشها طولا وعرضا ونستمتع بها فيما أحضى الله تعالى لكن ونحن نعيش في الحياة علينا أننا ننسى أننا نخطط نقول ماذا فعلنا في المخططات فيما يتعلق بعلاقتنا بالله قربنا من الله هل سألنا أنفسنا كيف هي أحوالنا مع الصلاة هل كنا نصلي في وقت الصلاة في وقتها مع الجماعة هل نحرص على الخشوع في الصلاة والصلاة هي عمود الدين هل ما علاقتنا بالصلاة نسأل أنفسنا ونحن نضع مخطط للعام الجديد علاقتنا بالقرآن الكريم هل كنا نختم القرآن على الأقل كل شهر هل نفهم معانيه وهو خطاب الله لعباده المؤمنين أم كنا من الذين يهجرون القرآن ثم كذلك ماذا فعلنا مع الصلاة الرحم العائلة زرناهم سمحنا معهم قلنا عفا الله عما سلف وهكذا الأمور الدينية أيضا هي الأساس التي لا ينبغي أن نضيعها فالمسلم هو يخطط لكي يصلح من دنياه عليه أن يخطط لإصلاح آخرته لأنها فيها المصير بعد موته ومنقلبه عند قدومه على ربه فعلينا أن نحرص أيها الأحباب الكرام لفعل هذه الأمور وربنا سبحانه وتعالى وعدنا بأنه سوف يعطينا الخير الكثير والنعيم الوفير فما حياتنا إلا أي معدودات تمضي وسوف نرحل جميعا إلى الله لكن يبقى العمل العمل الصالح هو الذي يبقى خالدا مخلدا وبه ندخل الجنة وفي الحديث تدخل الجنة برحمتي وتقتسمونها بأعمالكم الأعمال هي التي سوف نقتسم بها الإرث الحقيقي في الجنة دخل الجنة يكون برحمة الله لأنها غالية تمن لكن ما قيمة العمل العمل به نقتسم الخيرات في الجنة اقتسموها بأعمالكم فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله